إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعةٍ وكل بدعةٍ ضلالةٍ وكل ضلالةٍ في النار حياكم الله جميعًا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم غدًا جميعًا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدًا جميعًا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله جعل الله جل جلاله شرط النجاة يوم القيامة واحدًا لم يربطه ربنا تعالى بمال ولا بجسدٍ ولا بعائلةٍ ولا بشهرةٍ ولا بشهادةٍ ولا بلونٍ ولا بمنصبٍ ولا بامرأةٍ أو رجلٍ أو ذكرٍ أو أنثى أو ولدٍ أو بنت بل قال جل جلاله إلا من أتى الله بقلبٍ سليم شرط النجاة يوم القيامة سلامةُ القلب وهذا القلب هو محطُّ عملك وجهدك وهو أعظمُ أمرٍ تركِّز عليه في حياتك لأن مدار الفوز والخسارة يوم القيامة على هذا القلب ومن نعم الله جل جلاله على الناس أنه يرسل لهم اختبارات وامتحانات دعوني أسميها الكواشف عن الحقائق حتى تعلم نتيجة الاختبار وحقيقة القلب قبل أن تصل إلى مكانٍ لا تستطيع فيه أن ترجع ولا تستطيع أن تعيد فيه حساباتك في ذلك اليوم الذي يقول فيه المرء رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت فيكون الجواب كلا إنها كلمةٌ هو قائلها ومن ورائهم برزخٌ إلى يوم يبعثون من هذه الامتحانات التي تكشف حقائق المعادن البلايا والمصائب هذه البلايا والمصائب والامتحانات والاختبارات والشدة والضيق التي تعصف بالبلاد والعباد هي حقيقةً كاشفةً لحقائق المعادن قلت سابقاً وأكرر هذا حتى يستقر في سويداء القلب أن العلاقة مع الله أو حسن العلاقة مع الله جل جلاله لا يكون فقط بأداء حق الله بل على العكس إن الله جل جلاله قد يتجاوز عن حقه مع العباد ولكنه لا يتجاوز عن حقوق العباد بين بعضهم بعضاً لذلك كما ذكرنا سابقاً في خطبة الدين أن الشهيد حتى الشهيد لا يدخل الجنة بل يبقى واقفاً على بابها حتى يرد لصاحب الدين دينه لذلك أيها الحبة في الله أحببت أن أقف وإياكم في هذه الخطبة المباركة مع بعض الحقوق التي قد تضيع في هذه الأيام الأمر الذي نراه كثيراً ونسمع عنه كثيراً في هذه الأيام في أيام اختلاط الحابل بالنابل في أيام الفتن والهرج والمرج والجميع يقول يا شيخ الآن الحقوق كلها ضائعة أكلوا أموال الناس بالباطل أكلوا أموال الناس بغير حق بالباطل ونبينا صلى الله عليه وسلم مراراً كان يجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويؤكد لهم هذا المفهوم مصلون صائمون دعوتم الله ذكرتم وبكيتم هذا أمر مطلوب ومهم ولكن لا تغفلوا حقوق العباد واحذروا من ضياعها فإن ضياعها يجعلكم يوم القيامة مفلثين فجمعهم مرة كما أخبر لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري رحمه الله يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل اشترى داراً بعدما اشترى الدار حفر الأرض أراد أن يزرع فيه زرعاً فإذا به يجد جرةً من ذهب الآن هذا الحق لمن لي أم له أنا اشتريت الأرض وهذه جرة من الذهب موجودة في الأرض فهي لمن السؤال لي ولك لو حصلت معنا وهذا صورة عامة مثال ولكن كم يحصل مثل هذا في أيامنا العادية والعجيب أنه فيه مفتي داخلي بكل واحد فينا يفتي له بسرعة يقول لا 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 بجوز لا ما تسأل مئة بالمئة بجوز شو المصادر وشو الأشياء اللي بنى عليها الله أعلم فذهب الرجل والنبي عليه الصلاة والسلام عن بخب القصة والحديث في البخاري في أعلى درجات الصحة الذي ينطق به الصادق المصدوق عجبت من هذا الحال انظر إلى الأعجب قال فخاف فحمل الجرة ثم ذهب إلى صاحب الأرض قال يا صاحب الأرض اشتريت منك أرضاً فوجدت فيها جرة من ذهب قال يا أخي هذه لك صاحب الأرض أجاب وقال هذه لك قال يا أخي أنا اشتريت الأرض ولم أشتري الذهب لأن الذهب إليه سعر خاص ثمن الأرض يختلف عن ثمن الذهب قال ولكني بعتك الأرض فاختلفاه مش واحد قال لا ناطر منه كلمي بس قال نعم جزاك الله خير حمل الجرة وضلوا ماشي أو الأول سمع الخبر فأخذ الجرة ومشى قال فاختلفاه مختلفين على ماذا أخذ الذهب لأنهم علموا أن ليس العبرة الآن وبما أخذت الآن وبما وضعت في جيبك الآن فهذا البدن سيبلاء ويأكله الدود والحشرات وستبقى تلك الحسرات يوم القيامة على كل فلس أكل في الحرام قال فذهبا إلى رجل يتحاكما إليه وكان رجلا حكيما فقال ألكما ولد يعني أنت عندك أولاد وأنت عندك بنات قال نعم قال فزوجاهما أنت زوج ابنك لهذه البنت وقدما لهما الذهب فزوج ابنه لتلك البنت وقدما لهما الذهب هذه نماذج رائعة في هذه الحياة أنا لا أريد أن أبئس بإذن الله موجودة وكما نسمع عن حالات فيها مصائب من خيانات وأكل لأموال الناس بالباطل كذلك بفضل الله يأتي من يسألنا والله عن فلس يأتي من يسأل عن دقائق الأموال والحقوق أين أضعها وكيف أضعها فالخير موجود ولكن ما أردت أن أذكر به أن هذه البلايا والمصائب التي تمر بالأمة في هذه الأيام تكشف حقائق المعادن لأنه أيام ما كان في رخاء وبيع وشراء ما بتعرف نفسك إم يسر الأمور أعطيه مش بحاجة فكر بهذه الزوايا وبهذه المخارج الشرعية الشرعية أنا التي أفتي بها لنفسي أما الآن عند الضيق أبدأ وأبحث عنها شيئا فشيئا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا وضرب لنا مثالا آخر كذلك رواه الإمام البخاري في صحيحه عن رجل من بني إسرائيل استدان من أخيه مالا ألف دينار لأن المؤمن ممكن يصيب ضائقة لأنه إذا صابت ضائقة مش معناتها ربنا تعالى تركه وربنا يكرهه بالعكس لا يصيب المؤمن لا يصيب البلاء إلا أهل الإيمان بل بالعكس إن كان في إيمانه ودينه شدة شدد عليه في البلاء فذهب ذاك الرجل المؤمن إلى أخيه ليستدين منه مالا ثم اتفقا على تحديد الموعد لرد المال مثلا بعد شهر في اليوم الفلاني أتي إليك وأرد لك المال فقال خذ المال قال نأتي بشهداء سنى أن تأتي بشاهدين ويشهد ونسجل فقال له الرجل صاحب المال قال كفى بالله شهيدا هذه الكلمة إن قيلت اليوم كيف حال التعامل معها عندما قال له الرجل كفى بالله شهيدا زاد خوفه لو أتى برجلين وشهداء يخاف المؤمن يخاف الله ولكن رجلان ولكن عندما قال له كفى بالله شهيدا صاحب الإيمان يخاف صاحب الإيمان إذا ذكر بالله ارتعد أعرف أخا كنت معه مرة في سفر فحصل موقف معين فقال له الذي يتجادل معه موعدنا يوم القيامة ألتقي معك يوم القيامة وسأشكوك إلى الله والله أيام بطولها يبكي ويستميحه ويعتذر منه حتى رضيه المؤمن يخاف المؤمن إذا ذكر بالله ذكر إذا ذكر بيوم القيامة تذكر وخاف وعلم أنه في هذه الدنيا ليس بمخلد بل صائر إلى يوم عظيم يجعل الولدان شيبا فخاف هذا الرجل وذهب وعندما حان الموعد وقف وكان بينه وبين صاحب المال نهرا كبيرا وبتقدير من الله جل جلاله لم يجد سفينة ليصل إليها لم يجد سفينة ليركب عليها ليصل إلى الرجل فقال يا رب هذا الرجل شهدني بك ولا أجد سفينة فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فأخذ خشبا ثم خرقها ثم وضع فيها المال ثم غطاها ثم قال اللهم بلغ عني يا رب قدمت ما بوسعي مش ألا ظروف وسفينة مش موجودة بخليهم بيشتغل فيهم شوي منصمدهم منشغلهم وإذا سألني بقول له والله ما فيه صادق ولا مش صادق صادق بقسم له بالله ما كانش فيه طريقة وصل لك فيها المال صادق ولا مش صادق وهني صادق ولكن أين الحريص بتقديم كل ما يستطيع فوقف وقال اللهم بلغ عني بمن استعان هل ربنا جل جلاله يترك من استعان به حاشا لله لذلك يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم أن الذي أخذ قرضا أو دينا يريد أن يؤدي أدى الله عنه ما الآن شيخ ما هي ضايع وضايع الآن من عم يسأل قال فخرج الرجل الآخر صاحب المال وانتظر على الشاطئ لتأتي السفينة ليأخذ المال قال فلم يجد سفينة فقال أخذ خشبا لبيتي حتى نوقد النار فأخذ خشبا كانت على الشاطئ ثم ذهب إلى البيت فضرب الخشب وشقها ليقطعها وليوقدها فإذا بها المال وفيها الرسالة قال وبعد فترة هذا الرجل مكتفى أنا بعدت المال وقلت يا ربي اللهم بلغ عني لأنه ظن أن هذا المال قد لا يصل قال ثم جمع مالا آخر بنفس القدر ثم انتظر سفينة ثم ركبها ثم ذهب بها إلى صاحب المال فقال يا صاحب المال أعذرني انتظرت السفينة فلم أجدها وهذا مال قال اذهب قد أدى الله عنك نماذج رائعة لا الأول اكتفى بأول مال أرسل ولا الثاني كذب وقال له لم يصلني شيء أعطني المال الثاني نماذج نبوية اختارها لنا سيد البرية صلى الله عليه وسلم نحن بحاجة إليها في مثل هذه الأيام بالذات ومن النماذج التي أحذر نفسي وإخواني منها وليعذرني الجميع هي الأكل باسم الدين الأكل باسم الدين مش فاهم يا شيخ كم جميل وكم رائع وممتع ما سمعته وأظن كثيرا منكم سمعتم هذا ونسمعه لأني قلت وأحب دائما أن أصدر النماذج الرائعة للناس حتى لا أكثر من ذكر العيوب فتقص القلوب عن إخوة جمعوا في مثل هذه الأيام طعاما وشرابا ولباسا ومالا لإخوة لنا في عرسال وفي غيرها من المناطق المخيمات غطتها الثلوج ليس لهم معين ولا معيل وليس لهم مساعد ولا معين إلا الله جل جلاله فجمعوا من أموال الزكاة وغيرها والشرع يقول أنك يجوز لك أن تأخذ من مال الزكاة إن كنت عاملا عليها بقدر معين ترجع فيه لأهل العلم فاكتفى واغتنى وقال لا أريد منه شيئا وقال أريد ذلك لله أو عن إخوة علموا أن فلانا أو علانا عنده مشكلة أو عملية أو دين أو غير ذلك فجمعوا من هنا وهناك فعندما سئلوا عن هذا المال هل يقتضع منه شيء قالوا أعوذ بالله وإن سمح لنا الشرع أن نأخذ ما تكلفنا به من وسائل نقل واتصالات وغير ذلك قال أعوذ بالله لا أريد هذا المال فلا تستطيبه نفسي لا تحبه نفسي أما بالمقابل أناس باسم الدين ولو يا أخواني كان باسم المسجد لا أذكر مسجدنا أي مسجد جمعي خيري جمعي تعاوني إذا اتفقت مع أحد على أجرى معينة أو على مال معين احذر بعدما ينتهي العمل أن تقول له أخليه لأ الله هو يعلم أين ينفق لله لست أنت من تعلمه يلا وبلها المي والله أخليه في سبيل الله أنا أعلم أين أضع مالي في سبيل الله إن كان هناك من عمل خير أنت تذكرني فقط قبل الاتفاق لكن لا بد من إعطاء الأجير أجره بعد انتهاء العمل بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك فقال في أشد حديث سمعته في هذا الباب يقول صلى الله عليه وسلم وهو حديث قدسي يقول الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة من الذي خصمهم لو كان النبي لكان ذلك أمرا عظيما فكيف إذا كان الذي خصمهم هو الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وخليني بن قوسين مر أمر نموذج عن من خصمهم الله لعلي أقف بفصلا معه في خطبة أخرى بحث المشايخ أصواتها على المنابر وقبل نقول اتقوا الرباء الرباء حرام الرباء فيه حرب وخصومة مع الله يا شيخ أنتوا وين بعد وين عم تحكولي بزمان صرنا بزمان آخر نزعت الأموال من الأسواق وصرت تشوف الإعلانات على الطرقات 14 15 16 بالمئة الفائدة فنزعت الأموال فتجمد السوق فوضعت الأموال في البنوك اتقوا الله لا تأخذ مالا بالرباء يا شيخ الأنضر ورات الحياة وإذا سمعوا أعرضوا وتضايقوا من هذا الكلام فآذا الذي نراه ما هو إلا نموذج والله ما زلت أقول مبسط ذوق نسأل الله أن يرفع البلاء عن الأمة ولكن هي فرصة للتوبة هو يتذوق من حرب الله وخصام الله لأي عبد من العباد إن وقف أمام الله فقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة الأول رجل أعطى بي ثم غدر والثاني رجل باع حرا فأكل ثمنه وأريد أن أقف مع الثالث ثم قال صلى الله عليه وسلم ورجل ابتع أجيرا استأجر أجيرا قال فاستوفى حقه اتفق معه وأعطاه الأجير كل حقه كما يريد قال فاستوفى حقه ولم يوفه عندما جاء ليدفع له لكن لا الآن مختلف الأمور والزمان تغير وغير ذلك إذا كنت رى أن هناك أمور محتر فيها تقاضى للشرع ارجع إلى الشرع وإلى الدين حتى لا تكون ممن يأكل فلسا في الحرام فنبيك صلى الله عليه وسلم حذر من هذا أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يخاف الله تعالى في بيعه وشرائه وماله وأخذه وعطائه إنه أي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفره الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين من النماذج المؤسفة التي تراها كذلك في ترات الأزمات أن يأكل الوكيل مال موكله بالباطل خصوصا في هذه الأيام مع شراء العقارات وبيع العقارات وشراء البيوت وبيع البيوت وتبادل الأموال وغير ذلك مما تعلمون به فهناك أناس لا يتق الله جل جلاله في هذه البيوع وفي النسب وفي الرشاوة وغير ذلك وأضرب لذلك نموذجا رائعا كذلك رواه لنا البخاري في صحيحه عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن الحبيب صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا إسوه عروة دينار من ذهب فقال له يا عروة اشتري لنا شاتا فذهب عروة الآن عروة ما اسمه موكل والنبي ما اسمه صلى الله عليه وسلم موكل فهذا الموكل عليه أن يشتري شات بدينار فإذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشات فعل ما هو مطلوب منه فذهب فعندما وصل إلى البائع الذي يبيع الشياه ساومه ساومه فيما هو أحق للموكل لم يتفق معه اب تعطيني شات وشيء آخر بيشتري من عندك وهذا الشيء الآخر لا يعلم به صاحب المال فساومه حتى اشترى بالدنار شاتان فعاد فالتقى بالطريق برجل فساومه على شات فباعها فاستعاد الدنار ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقدم له الدنار وشات قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف فعلت أعطيتك دنار جيت بالدنار وشات كيف فعلت كيف اشتريت قال يا رسول الله فعلت كذا وكذا وكذا أخبره القصة أخبره ما حصل له بالتفصيل فقال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك له في بيعه وشرائه فيقول كنت إذا اشتريت ترابا ربحت منه مخاف من الله تقوى لذلك أيها الحبة في الله رسالة أريد أن أختم بها هذه الخطبة رسالة أريد أن أختم بها الخطبة وليعذرني الجميع الحال الذين مروا به أيها الحبة في الله ليس بسبب فرد بنفسه الحال الذين مروا به ليس متعلق بفرد بذاته إنما هذا حال من الله تعالى على الأمة عموماً وهذا الحال لا يرتفع عن الأمة إلا باجتماع الأمة جميعاً لذلك هناك كثير من شبابنا من اشترى بيوتاً أو غير ذلك أو غير ذلك بالتقصيد ولن يطول ولكن هو اختبار للمعادن يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رحم الله عبداً سمحاً إذا باع سمحاً إذا اشتراه وفي رواية سمحاً إذا اقتضاه ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمنون هيّنون ليّنون كالجمل الآنف إذا انقيداً قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ لذلك لا مانع أولاً من الذي عليه الدين أن يعلم أن هذا حق صاحب المال لا يجوز سرعاً أن تقول هو غني وعنده مباني وغير ذلك لا يجب عليه أن يطلب حقه وبالمقابل يا صاحب المال ما أجمل أن تنظر إلى هذا الشاب الفقير الذي يعمل بأجرة شهرية ينتظر الراتب في آخر الشهر ليجمعه وليقدمه لك ينتظر تلك اللحظة التي يسمع بها أنه قد استلم بيته ليأخذ تلك البنت ويزف إلى ذلك البيت ما أجمل جبر الخواطر يا إخواني في الله في هذه الأيام كنت عن تاجر من بعض الأيام في زيارة فجاء له شاب شاب عمر بأهوى العشرينات قال له يا فلان هذا كل حالي بين يديك والله ما عندي أملاك والله ليس عندي شيء ودفع قسم كبير من المال ماذا أفعل؟ إذا بدي يدفع على الدولار بالقيمة الحالية لا أستطيع وصاحب المال إذا بدي يقبض المال على السعر الأول لا يستطيع لأنه أصلاً هو عليه ديون فقال له أنا أخفت قليلاً وأنت ترفع قليلاً فأخذ منه الدولار على ألف وثمم مئة طبعاً أنا أضرب مثال حتى ما تأخذوها قاعدة هلا بعد أن يمكن يسير بعشر تلاف دولار الله لا يقدر بس بقول لك الشيخ قال ألف وثمم مئة لا لا أنا أضرب مثال أن هناك تراضي كم فرح يخواني في الله البسمة التي ترسم على وجه الشاب الدعوات التي ستخرج من قلب أمه اللي أعد بالبيت ناطرة وشايف ابنه كل يوم من بعد الفجر بيخرج لا يرجع آخر نهار لا يقبض آخر هالشهر المليون ليرة ولا هالأقل ولا هالأكتر لا يروح يجمعن ويحرم حاله كل الشهر من ملذات مما لذ وطاب من أنواع الطعام الشراب حتى يدفع هذا المال لصاحب العقار لذلك الآن فرصة جبر الخواطر الآن فرصة التكافل الاجتماعي والمحبة فيما بيننا فلنتعاون ولنتنازل والجزاء عند الله من جنس العمل ومن تنازل لله ومن سامح لله ومن اقتضى وباع واشترى تحت سقف شرع الله فربنا لن يضيعه وسأختم حديثي بحديث الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما أخبرنا أن الله تعالى سيوقف رجلا يوم القيامة لم يعمل أعمالا كثيرة وسيسأله ربه ماذا عملت فيقول يا ربي كنت صاحب مال وكان إذا جاء وقت دفع المال وقضاء الدين كنت أتجاوز أتجاوز يعني هاي من رئها وهاي من رئها وهاي بلاها أتجاوز فقال الله تعالى أنا أحق بذلك منك تعامل مع ملك أنت فقال أنا أحق بذلك منك تجاوزت عنك وأدخلتك الجنة فنسأل الله تعالى أن يفقها أصحاب الأموال وأن يرزقهم هذا الفهم لأنه يا أخواني باختصار هذا كلام بضل كلام والخطبة بضل خطبة وبتروح في الهواء إذا لم يشرح الله الصدور لها بد أن شرح صدر لأن المال عزيز ومحبوب ولكن أن يوفقك الله تعالى للتنازل مقابل يوم يجعل الولداء نشيبا هذا يحتاج لتوفيق من الله جل جلاله أسأله تعالى أن يوفقني ويوفق إخواني والجميع وكل من سمع هذا الكلام لذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم اخفر لنا ورحمنا عافنا واعفو عنا إلى غيرك لا تكلنا ومن شرور أنفسنا سلمنا آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين اجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عفيته ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره ولا ظالما إلا قسمته يا ربنا ويا إلهنا يا ربنا ويا إلهنا أنت أعلم بحالنا أنت أعلم بحال شبابنا بحال رجالنا اللهم إن من إخواننا ورجالنا وأخواتنا وكبارنا وصغارنا من تعفف عن طلب المال يا ربنا حياء منك اللهم فكفهم اللهم ارزقهم من عندك اللهم في هذه الأوضاع الشديدة والظروف الصعبة التي نمر بها اقضي عن أصحاب الديون دينهم يا رب العالمين اللهم كن مع المحتاجين مع الفقراء مع المساكين مع من لا يملكون قوت يومهم ولا طعام أبنائهم وبناتهم يا ذا الجلال والإكرام ألف قلوبنا ألف بين قلوبنا اجمع على الحق كلمتنا وفق الأغنياء وأصحاب الأموال لمعونة إخوانهم اللهم اجعلنا جسدا واحدا مترابطا يا ذا الجلال والإكرام وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين